او ادارة او استخدام اي من المواقع او الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الاخبار والبيانات والاشعات الكاذبة واللي عاملين صفحات باسمي هبلغ النيابة العامة عليهم كاني بقوله اوه انا هاخد من البيان ده اللي عاملين صفحات باسمي صفحات مزورة احنا ما عندنا نشغل صفحة واحدة صفحات تانية هبلغ اهو نقبل عمل لك ليعني صفحات وشائعات وغيره وغيره عقابه ايه اقول لحضراتكم دلوقتي فانا هبلغ كمان على صفحات اللي عاملينها الخوانة باسمي صفحات كلها كذب مزورة مش بتاعتي فالنيابة العام بقول لحضراتكم كل من في حالة انشاء او ادارة او استخدام اي من المواقع او الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية للنشر وترويج تلك الاخبار والبيانات والاشعات الكاذبة او تسهيل ذلك فان العقوبة تصل الحبس الذي يقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن مية الف جنيه تاني هتنشر حاجة عن كورونا كذب حبس وغرامة لا تقل عن مية الف وتصل لتلتمية الف خليكوا بقى روجوا بقى روجوا شائعات بقى هتقع تحت